لا تعرف التغيرات المناخية حدود الجغرافية السياسية بين البلدان وبرغم أن اليمن ليس بلدا صناعيا إلا أنه ليس بمنأة عن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ عالميا وفق تقديرات أممية وتأكيدات البنك الدولي فإن اليمن الذي يعاني من صراع ممتدا منذ ثمانية أعوام معرض بشدة لأخطر موجات تغير المناخ في ظل ضعف قدرات اليمنيين على تحمل ذلك الأمر الذي سيسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد وتفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن التغيرات المناخية تؤثر على تذبذب في الأمطار من منطقة إلى أخرى هذا يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية للمناطق في اليمن وهذا يؤثر بدوره سلبا على الإنسان نفسه الحروب التي عاصفت باليمن هذه والكوارث أدت إلى إنخفاض الإنتاجية الزراعية في الجمهورية اليمنية ووفق التوقعات الدولية وتأكيدات الخبراء في مجال المناخ سيعاني اليمن خلال الفترة المقبلة في ظل تسارع وتيرة تغيرات المناخ من زيادة شح المياه وموجات الحرارة والعواصف الترابية والإنهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة والسيول وارتفاع منسوب مياه البحر فضلا عن الارتفاع المتوقع في شدة درجات الحرارة القصوى وتواترها درجة حرارة الأرض أيضا لها تأثير أيضا على القانب الزراعي لها تأثير أيضا على القانب البيئي لها تأثير أيضا على القانب المعيشي ومستقبل حياة المواطنين في ظل هذا التدهور الملحوظ في التغيرات المناخية سيؤثر بلا شكل حاليا ومستقبلا أيضا نحن الآن في بداية التأثيرات لا تغطي بشكل كبير لكن مستقبلا سيكون تأثيرها أكبر بكثير مما هو عليها الآن بتزداد مثلا الأمطار بشكل كبير في بعض المناطق وتقف بعض المناطق أخرى وتسببت الحرب الدائرة في اليمن بأضرار بالغة بالبنية التحتية والخدمات الصحية والأساسية التي أصبح ما يقارب 30 مليون يمني محرومين منها وتؤدي كل تلك العوامل إلى تفاقم الوضع الإنساني الذي سيتفاقم أكثر بتغيرات المناخ في ظل الأزمات التي يعيشها اليمن قد تبدو مناقشة العمل المناخي غير مناسبة من حيث التوقيت لكن خطورة الوضع والتقلبات المتواصلة في المناخ تدفع لطرق ناقص الخطر من تبعات وتأثيرات كل المتغيرات المناخية على عموم سكان البلاد معاذ منصر اليوم تعز